وده من الأخبار اللي أنا ما بحبهاش أنا من الناس ما قدرش أقولك أنا لها في الكرة قوي يعني لها في الرياضة بشكل عام بس أنا من الناس التي تحب مش كانت تحب بي ليه الله يرحمه لحد اللحظة دي وبشوفه أسطورة غير متكررة في تاريخ كرة القدم هو ودياجو أرماندو مارادونا ميسي أسطورة بس مش زي الاتنين دول أنا في حياتي ما شفت حد بيلعب كرة زي بي ليه ومارادونا في حياتي ما شفت حد عنده قدرة على الاستحواز على الكرة وتسديد الهدف زي الاتنين دول لا يعني أنت تحس أن الكرة جزء من جسمه ده كان بي ليه ومارادونا ميسي عظيم رائع جميل ما هوش ابن أختي يعني عشان أشكر فيه بس ولا هو عدوي المسألة كده ولا هو مارادونا ولا هو بي ليه هو واحد من الأساطير التلاتة بس مش بي ليه ومش مارادونا وبي ليه أسطورة حقيقية في الكرة مش بس هو جوه الملعب بي ليه فضل أسطورة في هذه الرياضة في هذه اللعبة في هذه الصناعة حتى ما ماتوا علشان كده العالم كله مهتم بمسألة وفاة بي ليه تشييع جثمان بي ليه نهارده تم اختتام مراسم تشييع أسطورة كرة القدم البرازيلية العالمية بامتياز بي ليه يدفن فيه مقبرة سانتوس حضور عدد من أفراد العائلة مشاعر حزينة في كل البرازيل مما لا شك فيه البرازيليين بيتوافدوا من كل حدب وصوب وشخصيات رياضية وسياسية بارزة رايحين على ملعب فيلا بلميرو علشان يلقوا نظرة الوداع الأخيرة على هذه الأسطورة الكروية اللي أراها غير متكررة وبالمناسبة ليه بي ليه بقى يتفوق على مارادونا إنه بي ليه لم تشوبه شائبة بي ليه نموذج حقيقي يحتزل الرياضي يعني لعب كرة قدم كبير مهم شخصية رياضية كروية كبيرة مهمة معداش ليمين ولا شمال مارادونا شويتين كان أحيانا كان له كباوت بي ليه لأ عشان كده بي ليه دا حاجة تانية خالص بالنسبة للكل للعالم تم إغلاق الأبواب أمام الزوار في استاد نادي سانتوس من حوالي تقريبا ساعة يعني ساعة من قبل نقل النعش وتحرك النعش دا خلاص كده كانت تقفت الأبواب طبعا كان لإتاحة الفرصة علشان تتعمل بقى المراسم الرسمية الحكومية واللي انتهت بنقل النعش عبر موكب ضخم مهيب أسطوري في شوارع مدينة سانتوس بص الناس قاعدة بتعيط عليه بيحبوه بيقدروه شايفينه فخر للشعب البرازيلي يا دين النبي دا لو ابن أخته مش يعني أنا بحب بي ليه بس ما يعني ما تقدرش طبعا هنا تتزايد أو تزايد على مشاعر الناس أو عواطفهم بس انت شايف الناس هناك شايف بي ليه ازاي خد بالك الرجل دا هتلاقيه قد يمكن اصغر دا ما شافش بي ليه هو بيلعب بجد ما شافوش بيلعب دا هو عارف الأسطورة شايف مطشاط قديمة الرجل دا ما نزلش الملعب وقاعد في المدرجات وشايف بي ليه هو بيلعب ما قاعدش قدام التليفزيون في نقل المباشر حي للمباراة بيلعب فيها بلعب 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 ب دايماً أدعوا فعلاً بالرحمة وبأنه يكون المتوى الأخير في الجنة لكل بني آدم نراه في علمنا الدنياوي أنه كويس وما درش أي حد سيبك بقى من الناس بتاعته ما تهنوش وما تقولوش وما تترحموش كلامهم يدحك بصراحة بقول لكم مرة في المرات ليه كلام بتاعهم بيدحكني يعني بيدحكني من فرط الجهل والظلمية لكن في النهاية بليه ده أمتع الجماهير على مدار أجيال رجل ده كان بلعب في الستينيات يعني أنت بتتكلم في كم سنة هدلوقتي الرجل ده قعد يمتع الجماهير بلعبه وبسرته وبخطواته وبطريقته وبأسلوبه وبشخصيته الطاغية بالمناسبة التي تدفع الكل لمحبتها واحترامها بليه